ترجمة نانسي قنقر 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 على أن يتوافق التخطيط مع الوضع الطبيعي لتلك المناطق وتأمين التنقل المتكامل والمستدام من جانب وأن تشمل المخططات العامة للمناطق الجديدة مشاريع سكنية وسياحية وصناعية ولوجستية لخلق فرص استثمارية مميزة وتنافسية من جانب آخر سياسات حكومية وخطط عمل يتم توظيفها لمواكبة أهداف التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة وبالأخص الهدف الحادي عشر المتعلق ببناء مدن ومجتمعات آمنة ومستقرة والبحرين برؤيتها الشمولية تهاود الوقت وتستل بأدواتها كل المعيقات التي قد تكون سببا في إبطاء الخطى نحو إقامة مدن جديدة أخرى ضمن صيغة شاملة للتطوير الحضري تتماشى مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين عشرين ثلاثين وبما يحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية المرجوة ترجمة نانسي قنقر